اشتركوا في القناة وتوجهاء إلى رئيس لجنة الكنيسة ميكي زوهر مطالباً إياه بعقد اجتماع طارئ من أجل تعديل تلك القوانين للحد من النشاط الدولي لنواب القائمة العربية المشتركة ويسعى هذا التعديل الذي اقترحه كيش والاقة موافقة من باقي نواب اليمين إلى منع نواب العرب من النشاط على الساحة الدولية وإيقاف توجههم للمؤسسات الدولية ويمنح التعديل لجنة آداب المهنة في الكنيسة صلاحية فرض عقوبات على النواب العرب الذين يتوجهون للمحافل الدولية وقد تصل العقوبة إلى إلغاء رواتبهم وتجميل عملهم البرلماني لفترة معينة وفي السياق ذاته أيضا قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في المشتركة النائب دكتور يوسف جبارين في رده على التعديل العنصري المقترح إنه بات واضحا للجميع بأن حكومة اليمين المتطرفة تسعى لمنع تواصل النواب العرب مع المحافل الدولية وتريد أن تمنع إيصال قضايا المواطنين العرب لمؤسسات وهيئات دولية وهي تحاول بكل السبل الممكنة عرقلت عملنا السياسي على حساب حريات سياسية هي أساسية لنشاطنا كمنتخبي جمهور أنا شخصيا ما كنتش متوقع يكون هذا الاقتراح أنا بصار بالعلن وأكثر من اللازمة فرض عقوبات على النواب بس لأننا نريد أن يوصلوا القضايا للمحافل الدولية استنجد بالمحافل الدولية ما بتغضروا فيه غريب الجند القاتل ليس نادما أكد الجند الإسرائيلي إلي أور أزاري أنه تصرف كما يجب وفق التدريبات التي تلقاها في الجيش وأنه ليس نادما على جريمة القتل التي ارتكبها في آذار عام 2016 حيث أطلق النار من مسافة قريبة على الشهيد عبد الفتاح الشريف في تلرمادي في مدينة الخليل بينما كان الشريف مصابا على الأرض ولا يقوى على الحراك أو الدفاع عن نفسه وقال الجندي القاتل في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هايوم إنه منسجم تماما مع نفسه وإنه تصرف كما يجب وأنه ما كان يجب أن يحصل ما حصل وذلك في إشارة إلى عقوبة السجن التي فرضت عليه ويذكر أن أزاريا الذي تم توثيق جريمته وهو يطلق النار كان قد أدين بالقتل غير المتعمد في المحكمة عسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرا جرى تخفيضها إلى تسعة شهور من قبل رئيس أركان الجيش جادي آيزينكوت وأطلق سراحه في أيار مايو الماضي ويؤكد أزاري أنه ليس نادما على ما فعل وأنه سيعيد الكرة لو عاد به الزمن إلى الوراء باعتبار أنه هكذا يجب العمل على حد قوله وأكد أنه تصرف وفق التدريبات التي تلقاها في الجيش شوف تناقض بالتعامل مع هكا قضايا نوعا ما مشابها للمرة الثامنة محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة خاتر مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي أمس للمرة الثامنة اعتقال الكاتب الفلسطيني لمخاطر البالغة من العمر 42 عاما ثمانية أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحقق مع الأسيرة خاتر بشأن كتاباتها وعضويتها في تنظيم محذور وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت خاتر بتاريخ 24 يوريو الماضي من الخليل جنوبي الدفة الغربية المحتلة وأوضح أن نادي أن خاتر تعرضت منذ اللحظة الأولى لاعتقالها لتحقيق قاس ومتواصل يستمر لساعات تتجاوز أكثر من 20 ساعة بشكل يومي مقيد بالكرسي طوال الوقت وأشار البيان وفقا للمتابعة القانونية للمعتقل إلى أن عملية التحقيق ارتكزت في البداية على كتاباتها بشكل أساسي حيث وصف وصف المحققون كتاباتها بالقنابل الموقوطة وتكتب خاطر مقالات عديدة في الصحف الفلسطينية وأيضا العربية وهي أم لخمسة أبناء وإلى عنوان آخر أبو هولي يسرح الإدارة الأمريكية تسعى لتضليل العالم إذن قال عدو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تسعى لتضليل العالم والترويج لمعلومات غير صحيحة لتبرير سياستها ومواقفها التي تتقاطع مع المواقف الإسرائيلية المعادية والمتنكرة لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منها حقه العادل والمشروع بالعودة إلى دياره التي هجر منها عام 48 وأكد أبو هولي أن حق العودة يشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 1948 ويمتد ذلك إلى أبناء اللاجئين وأحفادهم الذين تصل أعدادهم اليوم إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يحق لهم الحصول على خدمات وكالة الغوث الدولية واستنكر أبو هولي تشكيك سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة هيلي بأعداد اللاجئين الفلسطينيين واتهامها لوكالة الغوث الدولية بمبالغتها في أعدادهم خلال تصريحات أدلت بها لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي معهد بحثي في واشنطن غالبا ما يتعاطف مع إسرائيل محموكي يعني بالفلسطيني وفي السياق ذاته لكل ما يخص حق العودة قالت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة أن الإدارة الأمريكية لا تبلك الحق في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بوجود ستة ملايين لاجئ فلسطيني وأضافت اللجنة أن الإدارة الأمريكية لا تملك الحق في تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وإنهاء دور الوكالة هذه هي المنظمة الدولية التي تم تفويدها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 49 بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى يتم تنفيذ حق العودة بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في عام 48 وليس من حق الإدارة الأمريكية التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر استراع في المنطقة وأن حلها يكمن فقط في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 194 وعلى رفض ما تضمنته الخطة الأمريكية سحب الاعتراف بوكالة الأونروا ورفض تحريف تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة وأن صاحب الولاية على وكالة الغوث هو الأمم المتحدة التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل الوكالة وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني وأعداد اللاجئين نعم خبر التالي هدم اعتقال واعتداءات على نساء هدمت قوات الاحتلال الأسرائيلية أمس الأربعاء منشأة تجارية في حي عين اللوزي ببلدة سلدوان جنوب المسجد الأقصى واعتقلت عددا من الشبان واعتقلت عدة أطفال وأصابت عدة نساء أيضا بينهم ثلاث حوامل وعلمها أن هناك إصابات نتيجة الضرب المبرح خلال تنفيذ عملية الهدم بينها ثلاثة نساء حوامل كنا في مراجعة طبية للمركز الطبي الملاصق للمنشأة المهدومة ما استدعى نقلهن إلى العلاج الفوري وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة برفقة طواقم وعمال بلدية الاحتلال في القدس وجرافات اقتحمت حي عين اللوزي ببلدة سلوان وحاصرت منشأة تجارية وهي عبارة عن مطبع اقتحمتها بعد تحطيم بابها الرئيسي وبالجرافات كل هذا طبعا وشرعت بتفريغ بعض محتوياتها وباشرت الجرافات بعملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص وبعد الانتهاء من عملية الهدم وخلال محاولة القوات الانسحاب من الموقع اعتدت على المتواجدين وعلى التواقم الطبية التي تواجدت في الميدان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين يعني حتى المصابين حتى المرضى عندنش إمكاني يباشر ويتابعوا علاجا في المراكز الطبية هذا واقعنا فيلم استياد أشباح يمثل فلسطين في أوسكر 2019 اختارت لجنة مستقلة من عاملات وعملين في القطاع السينمائي الفلسطيني بتكليف من وزارة الثقافة فيلم استياد أشباح للمخرج رائد أندوني لتمثيل فلسطين رسميا عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لجوائز الأوسكر في دورتها الحادية والتسعين للعام 2019 وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة ويترح فيلم استياد أشباح موضوع الأسرة وكان قد نال حضورا جماهريا ونقديا عالميا كبيرا وحصد العديد من الجوائز خلال جولة عروضه العالمية والمحلية بدءا بعرضه العالمي الأول في مهرجان برلين استينمائي الدولي لعام 2017 حيث حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي أدب الفضي ومن ثم جائزة الوهر الذهبي كأفضل فيلم وثائقي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي وجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة استينمائي الدولي وجائزة خاصة في مهرجان قرطاج استينمائي الدولي وجائزة أفضل فيلم من مهرجان منارات استينمائي بتونس لعام 2018 أخبار جميلة نختلف فيها ترجمة نانسي قنقر